طلاب طالبات الصف الثالث الثانوي أهلا بكم من جديد والفصل السادس من الجزء الثاني من قصتنا الأيام بعنوان انتساب الصبي للأزهر بدأ الصبي أي طه حسين يستعد للانتساب الرسمي للأزهر فسلمه أخوه إلى معلم جديد لقب بالأستاذ المجدد المحافظ أول علاقة للصبي مع هذا الأستاذ أو المعلم الجديد كانت غريبة وأول لقاء كان غريبا حيث كان الصبي يجلس فيه الأزهر وإذا به يشعر بشيء خش حاد يطأ على يده فإذا بها قدم أستاذه هذا الأستاذ الذي لقب بالقديم الجديد أو المجدد المحافظ لماذا؟ لأن هذا الأستاذ كان يؤمن بآراء الأستاذ الإمام محمد عبد التقدمية الحديثة ولكنه إيمان لم يصل إلى أعماقه أي يتظاهر بعض الشيء بهذا الإيمان وذلك الاتباع للأستاذ الإمام محمد عبد بدأ هذا الأستاذ المجدد المحافظ الذي كان الصبي يتعلم على يديه الفقه والنحو قرر أنه لن يدرس لطلابه الكتب التقليدية التي يدرسونها على أيدي الأساتذة التقليديين في الأزهر فكان من المعتاد حين يدرس الأستاذ لطلابه الفقه في الأزهر فإنه يشرح له كتاب مراق الفلاح في شرح نور الإضاح هكذا في الفقه والمتعارف عليه حين يتناول لهم دروس النحو فيشرح لهم كتاب شرح الكفراوي للأجرومية هذه الكتب التقليدية المعتادة التي كان يهتم أساتذة الأزهر بتدريسها للطلاب ولكن هذا الأستاذ المجدد المحافظ كما ذكرنا قرر أنه سيشرح للطلاب من الفقه بما يتساوى مع كتاب مراق الفلاح وأنه سيشرح لهم النحو بطريقة مختلفة فسوف يقسم لهم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ويطبق لهم على هذه القواعد دون أن يشرح لهم الكفراوي كما اعتاد الأساتذة الآخرون وهنا جاء اليوم الموعود الذي أخبر فيه الصبي أنه سيتقدم للامتحان في القرآن الكريم لكي ينتسب إلى الأزهر وكان يتمنى لو أنه قد أمهل من الوقت بعض الوقت حتى يستطيع أن يراجع القرآن ويراجع حفظه ولكن أخاه أخبره بأنه سوف يتقدم للامتحان توطئة أي تمهيدا للانتساب إلى الأزهر فلابد أن يمتحن في القرآن الكريم وذهب الصبي وجلس في زاوية العميان ركن مخصص في الأزهر لفاقد البصر وإذا بالشيخ الممتحن ينادي على الصبي قائلا اقرأ يا أعمى نزلت هذه العبارة على الصبي وكأنها صاعقة شعر الصبي بألم شديد وحزن شديد لهذه العبارة ولولا أن أخاه قد قام به لكي يتقدم للامتحان لما كان قد قام وظن أن الحديث ليس موجها إليه لماذا كل هذا يطاه أليس هو أعمى نعم هو أعمى ولكنه لم يتعود من أحد أن يذكره بعاهته بذلك الشكل المؤلم هكذا فعل الشيخ الممتحن قام الصبي وفي نفسه غصة وأسى من نداء الممتحن أقبل يا أعمى لم يتعود من إخوته أو أبيه أو أمه أن يذكروه بعاهته بهذا الشكل القاسي وإذا بالصبي يتقدم للامتحان ويسأله الشيخ الممتحن بعض الأسئلة البسيطة التي لا ترقى حتى لمستوى الامتحان الذي كان يمتحنه وهو في الكتاب في القرية من سيدنا أو من والده وبعد أن قرأ الصبي بإجادة إذا بالشيخ يقول له قم يا أعمى فتح الله عليك وإذا به يرتدي سوارا يضعها في يده وكان ذلك كفيلا بأن يشعر بالفرح لأنه ارتد السوار وخرج لينتظر الكشف الطبي لكي ينتسب إلى الأزهر بشكل رسمي ولكن نداء الممتحن ترك في نفسه ألما وحزنا وجلس الصبي ينتظر توقيع الكشف الطبي عليه من الطبيب وهو في نفسه شك هل سيقول له الطبيب أقبل يا أعمى أيضا أو كيف يناديه ولكنه وجد الطبيب لم يناده ولم ينادي غيره فإذا به يوقع الكشف الطبي قائلا خمسة عشر عاما خمسة عشر عاما وكان الصبي لم يبلغ ثلاثة عشر عاما فشعر الصبي بأن هذا الامتحان يفتقد إلى الدقة وإلى المصداقية ولكنه فرح لأنه قد انتسب إلى الأزهر وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية أحداث الفصل السادس من قصتنا الأيام ونتناول سؤالا نقديا تقول العبارة المعلم الواعي لابد أن يراعي نفسية المتعلمين وضح مدى أهمية العبارة السابقة في نجاح العملية التعليمية قد يظن البعض أن هذا الكلام لا علاقة له بقصة الأيام ولكن وجدنا أن الممتحن حين تحدث مع الصبي بشكل قاسي كان ذلك كفيلا بأن يجعله يترك الأزهر ويترك الدراسة والتعليم فلابد للمعلم أن يراعي نفسية المتعلمين حتى يحقق هدفه في تعليمهم بشكل بناء وبشكل إيجابي وهذا من أهم عناصر التربية والتعليم وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية الفصل السادس من الجزء الثاني من قصتنا الأيام على وعد بلقاء جديد وفصل جديد فإلى اللقاء